إزالة الكربون كرافعة لتحقيق التنمية المستدامة محور نقاشات خلال لقاء جمع بالدار البيضاء بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونادي أرباب المقاولات فرنسا المغرب شكل فرصة لرسم حصيلة مصاري عمليات إزالة الكربون التي انخرط فيها كل من المغرب وفرنسا في ظل أهداف التنمية المستدامة ووفقاً لتوجيهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد عملية إزالة الكربون تعد أحد المجالات الذات الأولوية لإصلاح القطاع الطاقي وهو موضوع الساعة للغاية بالنظر لارتفاع أسعار المواد الأولية وتأثير ذلك بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد الوطني اللقاء شكل فرصة لاستعراض الإصلاحات والمبادرات الرائدة التي اعتمدها المغرب في إطار استراتيجيته للتنمية المستدامة ولسيماً المخطط الوطني للمناخ لتحسيس أرباب المقاولات بشأن هذا الموضوع رهانة إزالة الكربون تعد فرصة كبيرة من أجل نمو شركتنا واقتصادنا بشكل عام هذا الموضوع له رهنيته حالياً في ضوء الارتفاع غير المسبوق لتكلفة الوقود الأحفوري بهذه المناسبة جرت تسليط الضوء على فرص الاستثمار الأخضر الموضوعة رهن إشارة أرباب المقاولات من أجل ضمان انتقال شامل في أفق سنة 2030 وثلاثين